بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليمة تمنى اللي تشوفوا هذا الفيديو يكون بخير وعلى خير وبصحة جيدة تنشكر الناس اللي تدعموا هذه القناة من بعيد ومن قريب تنقولهم شكرا جزيلا الناس اللي تخليوا تعليقات بينا تنشكرهم بزاق بزاق اول حاجة غادي نحط واحد وصفة خاصة بالقبول بين الخطاب ولا بين ازواج ولا بين الناس اللي بغين يتعيقوا يكونوا ازواج ان شاء الله بحول الله وقوتي وصفة زوينة هاد الوصفة صالحة لجد الخطيب لخطيبته لان جاني واحد تعليق ولا تعليقات كتار لان تكون معها الخطيب ولكن ما تيداش بها وما تيتمش بها وحنا اليوما بغينا نديروا ليه الجلب انه يقول ليه تم بخطيبته يقول لي بغيها وانه انه يديها فع بالنسبة واحد البنت حطات انه عدوستها ما بغيهاش تيتقدر تدير هاد الوصفة لانها غد تديرها بسميتها هاد الوصفة صالحة بسمية الشخص اللي بغيتي تجد به ليك ان شاء الله غدين ناخدوا واحد كمية دي الحلبة حلبة عادية قليل من الملحة الصخرية نقطعها طريفات والكروية الكروية معروفة في اي بلد باسم الكروية الكروية والحلبة والملحة الصخرية ولا الملحة العادية وغادي ان شاء الله ندير هاد الوصفة دي لي جلب الحبيب او جلب الخطيب ولا الحمات باش تقول لي ما بغيتش هديك البنت وغادي ان شاء الله يكون عندنا واحد الجلب قوي حطوا لي تعليقات لبنات على حسب الولد تبغي البنت ولكن الام تتتعرض لي تقول لي ما بغيت تشارك البنت هما بغين يتزوجوا ولكن الام معارضة اما بالنسبة للحبيب اللي تياخد الخطيبة وتكونوا في واحد الوقت خاتهم يتعرفوا على بعديتهم تيشتكيوا بانهم ما تيخرجوهمش ما تيديوهش فيهم ما تيقربوش لهم ما تيتواصلوش معهم جتكين شوية نوفور إذا إن شاء الله سنقربوا بناتهم اليوم إن شاء الله بحول الله وقوته سناخدوا هذه المكونات الحلبة والكروية والملحة إما ملحة طعام ولا ملحة حبيبات ولا ملحة صخرية نحطوا قليل ولكن كمية دي الملحة تكون قليلة ولكن الكروية والحلبة يكونوا متساويين خمسين جرام خمسين جرام وغادي نقرأ لهم هذه القراءة إن شاء الله باسم الشخص اللي بغيسي أنه يولي يبغيك إن شاء الله غادي نقول بسم الله الرحمن الرحيم أول حاجة وغادي نكون مدية ومصلية ومصلية وقرية القرآن ومستفتحة بالله سبحانه وتعالى عاد الوصفة الوصفة إن شاء الله غادي نقرأ بسم الله الرحمن الرحيم يا ودود يا ودود يا ودود على هد الكروية والملحة والحلبة يا ودود يا ودود يا ودود مئة مرة يا ودود سخر لي ولي قلب فلان بن فلان وغادي تكريس ميته فلان ولد فلان المهم غادي توصلي أو تني تقولي بسم الله الرحمن الرحيم يا جامع يا جامع يا جامع مئة مرة يا جامع يا جامع يا جامع مئة مرة وتقولي الدعاء يا جامع الناس اليوم لا ريب فيه اجمعني بفلان بن فلان ولي ولي ولينه لي اما الى بغتي المحبة ديال العدوزة تقولي يا ودود يا ودود يا ودود يا ودود سخر لي ولين قلب عدوزتي بالاسم ديالها اه واسخر واسخر فلانا بنت فلانا باش باش تحبني ونكون اه وتكون مطيعة لي اما الناس لي كانوا كانوا بعاد وبغوي تقربوا تقولي يا جامع يا جامع يا جامع مئة مرة وتقولي يا جامع الناس الي يوم الله ريب فيه اجمعني بفلان ولد فلانا ان شاء الله بحول الله وقوته الناس اللي بغى يجلبوا ديما تحط يا ودود يا ودود يا ودود مئة مرة وتقول يا ودود سخر لي ولين قلب فلان ود فلانا لمحبتي واي حاجة بغيتها تقولها في الدعاء المهم الدعاء عندنا يا ودود يا جامع المهم مئة مرة مئة مرة وتقولها على تسخير اي شخص بغي فيه حب او احترام العدوسة لمرت ولدها او لما بغيتها باش تجي تخطبها او تدري لكن تيبغي شي وحدة ولا ستبغي تيبغيها شي واحد غا ستدير هاد الوصفة ان شاء الله اما التبخير تبخر الصباح والمغرب صباحا الى ما عندش الوقت تبخر مع المغرب كان عند الوقت تبخر في الصباح وفي المغرب جوج مرات مدة سبعيام وان شاء الله غا يكون خير تعودها لما قدرتش لك او ما جابتش نتيجة او كان ما كانش جادك تعودها سبعيام اخرى حتى ربي يجيب تصير تحنن عليك عدوستك هو يحن عليك ولي خرجك تاني حاجة تجلبي الخطيب لباب المنزل اذا ما بقى ليا غير نظر لكم درو هات الوصفارة رائعة وزوينة بالنسبة لبنات اللي بغين الجلب الخطيب ولا احترام العجوزة ولا تقرب الحبيب الى باب المنزل في جلب الحد باش حيديكم الطاقة السلبية من الجسد كين حطينا قبولات وحطينا توصيخات ولكن تعتمد على الطاقة الاجابية بالنسبة الانسان اللي عنده نحوسات والانسان اللي داته متتجاوبش مع الحياة بالنسبة انه رافض انه يشتغل رافض انه يدير يقدر ما يكونش عنده لا سحر لوالو ولكن هو عنده عقز هو معقز وداته خطيب او عروسة مقبلة على زواج تحاول انها تعوم بهذا الماء يوم العروس ديلها تخوي واحد كمية زوينة ديل 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 بابونج وتخوي عليها الماء طيب او الماء دافي وتخليها تترقد وتعوم بها هو الاخير تتعم وتسالي وتخوي عليها هاد الماء البابونج مصفة وتخوي عليها من رأسها الى القدم ديلها وتلبس الملابس ديلها وتحاول انها تجي البيت وتبخر بالبابونج تهوى جيد في في جلب الحد ان شاء الله اغنحط لكم واحد القراءات قرأوها سبعات المرات كل واحد يقرأها بصيغة اللي يبغى على حسب القراءة ديالكم ان شاء الله اما بالنسبة اللي يبغوا العمل يحاولوا انهم ياخدوا كمية ويديروها مع البابونج ويكل صباح يرشوا بها الوجه ديالهم ويحاولوا انهم يدوموا عنه مدة سبعيام باش انه الى كان يقلب على عمل خاصوا خاصوا انه يجدب الناس من في العمل او اي مكان مشا غيكون موفق ان شاء الله اما العروسة بالنسبة العروسة غادي تكون ليلة العروس ديالها تكون زمينة وباهية وتكون اساس انه كل شي تجدب لها تكون التحاجة ما التحاجة ما متعسرة لانه وتيحيد الطاقة السلبية بالنسبة لي انا يحيد الطاقة السلبية تحاول انه هاد الباب ونشطة العروسة تقرع ليه اية الكرسي والمعودتين وتتبخر به باش يحيد لها الطاقة السلبية اما البنت اللي بغات الخطيب او الحبيب انه غت تقرأ اتعوم بهذا بدون قراءة بدون قراءة اتعوم به الوقت اللي تكون غدا عند الحبيب دياله او الخطيب دياله تكون تخوين المطيب وتعوم به وتبقى بالماء دياله بالماء دياله الباب ونش اما الباب ونش اللي بغت تبخر به تقرأ عليه صورة يوسف الاية 30 للقبول وتهز معها شيء قليل في المحفظة ديالها شيء قليل لانه قرين عليه صورة يوسف للقبول انهز شيء قليل هك ونديرها في نديرها في الساك ديالنا على اسس اننا تبقى عندنا في المحفظة ونحاول ونقرأ صورة الاية من صورة يوسف الاية 30 نقرأ سبعه المرات ونتبخر بها لوقت لا بغيت نجدب شيء شخص معين نتبخر بها ونجدب هذك الشخص المعين اذا ما بقى لي غير نقول لكم درو هذا الوصف رصال حلي القبول هذا ما ما نقرأ عليه ولكن إلا بغيت نتبخر نتبخر بهذا باب ونجد نقرأ عليه آية صورة يوسف آية 30 سبع المرات ونتبخر بها في أي وقت بغيت ما عندوش وقت إن شاء الله ما بقى لي غير نقول لكم دعموني وفعلوا الجرس وتابونوا عندي بحول الله وقوتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة